نحن نصبر لدينا ما يقارب استحقاق 11 مليار من مبيع الغاز والكهرباء في العراق لكن نتطلع إلى دولة رئيس الوزراء السيد محمد الشاعر سوداني يستخدم علاقاته مع الجانب الآخر الذي فرض حصار 40 سنة جائر ضد الشعب الإيراني أن يسهم في حل مشكلة ونستوفي استحقاقاتنا من العراق إن شاء الله بأسرع وقت ممكن يعني هي بسبب العقوبات بالتأكيد العقوبات المفروضة على إيران تشمل كل الدول هذا الأمر يشمل تعاملكم مع دول أخرى عدتكم التعامل التجاري مع دول الخليج مع تركيا مع بلدان أخرى لا حتما نتعامل مع دول المنطقة مزيد عدنا مع تركيا مع أمان مع الإمارات ونأخذ استحقاقاتنا مباشر بعد أي نوع عقد لكن المشكلة في العراق لا أعرف شو يعني مداها ووضاها لذلك نتطلع إلى موقف إن شاء الله جاد يسهم في حل المشكلة للحصول على استحقاقاتنا